تحياتي لكل سنة مشاهدين و اهلا بكم و حلقة جديدة من برنامجكم جناتي اي معادلة بيبقى لها طرفين طرفين زي بعض متسويين في الشغل و متسويين في المهارة و متسويين في النتيجة حتى اللي بتطلع بعد اجراء المعادلة دي عملية الحالة المجهري هي المعادلة اللي عندنا والطرفين هو الطبيب الشاطر الطبيب الماهر و معمل الاجنة ماينفعش نستغنى عن واحد فيهم ولازم الاتنين يكونوا بنفس الكفاءة و نفس الجودة ان هي تطلع لنا حقن مجهري شاطر او حقن مجهري بنسبة عالية جدا من النجاح يعني اي سيدة عايزة تعمل حقن مجهري تقول انا اخترت الطبيب الشاطر و اخترت الطبيب المهاري و معمل اجنة فيه خلل العملية ما بتنجحش او العكس فلازم يكون عندنا اختيار يعني كويس جدا للطبيب المهاري و لازم يكون لنا اختيار في معمل اجنة و طبعا الطبيب المهاري اللي بيبقى مهاري جدا و شاطر جدا بيبقى اكيد معاه معمل اجنة شاطر جدا بس مش اشتر من الدكتور اللي منوارني النهاردة على طول في برنامج جناتي هو دكتور محمد حسني اخي الصائل حقن مجهري و اطفال الانبيب استشاري جراحة المناظير عضو الجامعية الاوروبية للاخصاب المساعد و عضو الجامعية الاوروبية لتدخل الجراحي الدقيق و اخي الصائل جودة من الجامعة الامريكية زيكا دكتور منوار دي دكتور الشاطر طبعا يعني حرك اسم كبير في علام السفب طبعا و غني عن التعريف قلنا ان المعاجلة لازم طبيب مهاري و شاطر جدا و كمان معمل اجنة طبعا فهل ممكن نقول ان معمل اجنة ليه دور كبير في عملية الحقن المجهري طبعا ازاي معمل اجنة هو حجر الاساس لعملية الحقن المجهري معمل اجنة هو الماسترو بتاع معلية الحقن المجهري انا كطبيب نسا انا وظيفتي اللي انا باقيم الحالة اعرف الحالة اللي هيتعمل لها حقن مجهري ولا اقى اعرف الحالة اللي مناسب لها الحقن المجهري ولا اقى بحدد البروتوكول للسيدة بدي منشطات بسحب البويضات والبويضات والحيوانات المنوية بتخش جوه المعمل وتبدأ يبدأ الشغل المرحلة اللي في الوسط دي هي دي تقريبا خمسين في المية من عملية الحقن المجهري اللي هو الجند المجهول اللي هو ان السيدة الزوج والزوجة ما يعرفوهوش ما يعرفوش مين اللي شغل في المعمل ما يعرفوش ايه اللي حصل في المعمل مش عارفين ان الدكتور المعمل ممكن يقعد بالخمس او ست ساعات بيدور في عينة من الخصية عشان يطلح حيوان منوي مناسب يتم حقنه في البويضة عشان اللي موجود واللي هو شايفه مش كويس مش عارف ان الدكتور الغصاء الاجنة بيخش الصبح وبيتطمن على كل الاجهزة يشوفها شغالة ولا فيها مشكلة وبيتابعها وبيشوف الاجنة اللي تعملت من يومين واللي هتتعمل النهاردة وبيقيم كل حالة على حدو فطبعا عملية الدكتور المعمل من الاشياء الاساسية في نجاح عملية الحقن المجهري عشان كده لازم يكون المعمل من الجاه الصح والدكتور اللي شغال في المعمل يكون دكتور قوي بمعنى كلمة قوي زي ما حالك قلت المايسترو مايسترو طبعا طب المايسترو ده ايه الخطوات اللي بيبدأ يعملها في المعمل الاجنة الخطوات اللي بيعملها هو طبعا القصة بتبدأ دايما عند دكتور النسا او دكتور الذكورة حسب سبب تأخر الحمل القصة بتبدأ نحن نمليد المنشطات بتاعة السيدة وبعد كده بنسحب البويضات بيتقبلها المعمل اول واحد بيشوف البويضات هو دكتور المعمل بيبدأ بعد كده البويضات بتجيله بعد كده بيفرزها ويشوف الكويس منها ايه واللي في مشكلة فيها ايه طب احنا معنا السور يا دكتور هننزل بيها حالك تشرح لنا عليها اكتر لسادة المشاهدين ده الاجنة يعني ده نعمل ده الجنين اليوم التالت هنتكلم دلوقتي عليها بس يعني مش هنرجع لها تاني اوه ان شاء الله اللي بيجي الدكتور بياخد البويضة وبيحقنها بالحيوان المنوي المناسب البويضة كويسة بالحيوان المنوي المناسب طبعا من اللي بيختار الحيوان المنوي ومن اللي بيقيم البويضة دكتور الايه معامل الاجنة بيحقن البويضة بالحيوان المنوي وبيحطها في وسط مناسب وبيحطها جوه الحضانة بتبقى شبه الرحم بالزبط من حيث الرطوبة والغازات ودرجة الحرارة وبيحط الاجنة الحاد بتبقى بتكل عيان له الكود بتاعه بتسجل عليه اسم السيدة واسم الزوج واسم الزوجة وبيتحط جوه في الحضانة بعد 48 ساعة بيبدأ يشوف الاجنة كويسة الاجنة اللي فيها حصل فيها اخصاب الاجنة اللي حصل فيها انقسامات وبعد كده بيبدأ يقسم بقى الاجنة درجة اولى ودرجة تانية ودرجة تالتة في اليوم الثالث وبعد كده بيبدأ يحدد الاجنة دي مناسبة لنحن نصبر عليها اليوم الرابع او الخامس او مش مناسبة نحقنها في الرحم عشان الرحم دايما مهما كان الرحم هو الحضانة الافضل للاجنة يعني المايستر ده بيبقى معاه العصاية هي اللي بتتحكم امتى يطلع الجنين ده في اليوم الثاني الثالث او الرابع هو بيتابع هو بيتابع ويقول هننقل امتى والاجنة بتاعتنا اخبار هي ايه طبعا مع الاتصال بالدكتور مع الطبيب طبعا يعني انا بقى اعرف الحالة يعني اقول لي مثلا الاجنة ممكن نصبر عليها اليوم الخامس اقول لا طب خلاص ممكن نخليها بدر شوية عشان هي اخذت فترة منشطات اطول فدايما بيقى فيه اتصال بين الدكتور والمعمل وبيقيم الحالة افضل لو دكتور المعمل مش قوي او مش يعني مش عارف يحدد مش عارف يحدد الاجنة هتبقى الدنيا مفتوحة طبعا هوضح لكم الوقت بالصور الصور بتاعت الاجنة اللي موجودة الاجنة اللي موجودة ده كلها الاجنة درجة اولى ده جنين اليوم الثالث لو حقيق شفتي هتلاقي الخلايا بتاعت الاجنة ديت حوالي تقريبا 8 خلايا الخلايا كلهم بنفس الحجم حقيق لو عادتهم هتلاقي فيه 3 فوق و4 تحت فوق و1 تحت خالص وبقى كده حوالي 8 خلايا تقريبا ده الجنين درجة اولى اليوم الثالث طب انا ممكن انقل الجنين ده اه طبعا ممكن انقل الجنين ده مفيش مشاكل خالص اليوم الثالث او الرابع او الخامس بس ماينفعش انقل الجنين ده بالمنظر ده في اليوم الخامس لان فيه مرحلة تانية لازم يمر بها في اليوم الرابع السورة اللي بعدها لو سمعت يعني الجنين هو اللي بيقول لحضرتك امتى هتنقلني لا الجنين يقول لانقلني ولا لا حقيق شوفي الاجنة دي ده اليوم الرابع حصل انكسام لا الخلايا كلها اتحدت موعدش فيه خلايا اه 8 خلايا اختفوا خلاص بقوا ماس الحاجة اسمها كومباكتد كومباكشن او موريولا اللي هو الخلاص لاجنة اتحدت طب لو انا جيت اليوم الرابع ولقيت الجنين بنفس المنظر بتاع اليوم الثالث لا خلاص ده الجنين وقف نموه خلاص ده مش هيكمل خلاص الاجنة اللي بعد كده لا سمعت ده اليوم الخامس افضل انواع الاجنة خلاص احسن جنين نوالي اتنى في اليوم الخامس طبعا بس برضو نقطة عايزة وصلها للسيدات اللي هو مش لازم الاجنة تبقى اليوم الخامس عشان نقلها لحضرتك في ظروف بتبقى موجودة معينة بتخليني انقل الجنين بدري الاجنة عددها قليل الاجنة جودتها مش قوية فدايما انا قلت الرحم دايما اولى بالاجنة بتاعته لقاعدة انا دايما بقولها في نقطة تانية حاجة اسمها اللي هو الاندومتريا الويندو اللي هو الشباك بتاع بطانة الرحم اللي بيبقى عنده استعداد لاستقبال الحمل طول ما انا بستنى طول ما انا الشباك ده ممكن يقفل في اي لحظة فساعات باضطر انقل بدري تجنبا للرحم يقفل وما يستقبلش حمل طبعا ده بقى تقييم الحالة لما اقول للحالة هنقلك اليوم التالت مش معنى زيك اللي في مشكلة كبيرة لا خالص حالك قلت من شوية ان الجنين هو اللي بيقول لحضرتك انا هتنقل امتى او انا محتاجة اتنقل ولا لا الصور تاني كيف معلش ده جنين اليوم الخامس بس حصل بدا يصلحك اسماها هاتشنج الجنين بيبقى موجود جوه جدار خلاص الجدار بيحصلين انقسامات 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 لحد ما الجدار ده بيبدأ يرئ ويتفتح يقوم الخلايا اللي موجودة ده بيبدأ تخرج عشان تقوم وقع على جدار الرحم يبدأ يحصل الحمل النقطة دي اخر مرحلة من نمو الاجنة في المعمل خلاص دي اخر حاجة اخر حاجة ما ينفعش بعد كده اسب الجنين بقى الجنين ده لازم يتنقل دلوقتي الجنين بيقول له حضرتك انقلني اه خلاص الجنين ده لازم يتنقل وده من علامات كويسة جدا لنشاط الاجنة اه طيب الاجنة بتتابع وطبعا ده وظيفة دكتور المعمل بيتابعها اليوم الثالث والرابع والخامس زي ما وضحنا بالظبط الجنين اليوم الثالث شكله عامل ازاي الجنين اليوم الرابع شكله عامل ازاي والجنين اليوم الخامس شكله عامل ازاي بتبدأ بعد كده بعد ما بيقيم الحالة وبعد الاتصال بين دكتور النسا دكتور الحالة والمعمل يبدأ التواصل نبدأ ننقل الحالة امتى فده الخطوات بالتفصيل بالنسبة للاجنة طيب نتكلم بقى الحيوانات المنوية هشوف بس الصور بتاعت الحيوانات المنوية لو سمعت ايوه ده منظر الحيوانات المنوية اللي هو اول واحد ده اول واحد اللي هو الطبيعي اللي هو مستقيم مستقيم ده اه ده منظر الحيوان المنوية الطبيعي اللي جنبه لو حتك شفتي هتلاقي الحيوان المنوي ليه ديلين اه وده طبعا ده حاجة مش كويزة الحيوان المنوي الدل بتاعه في مشكلة من تحت الحيوان المنوي الرأس بتاعته صغيرة الحيوان المنوي الرأسه مش كويسة طيب من اللي بيختار الحيوانات المنوية دي من الكويس من اللي وحش دكتور المعمل طيب هقول لحقيك على حاجة بقى بقرده نقطة مهمة جدا طيب لو فرض ولقيت الحيوانات المنوية كلها ملقيتش فيها حاجة سليمة هلغي العملية لا ماينفعش هلغي العملية لان اهم حاجة في الحيوان المنوي اللي هو الجزء بتاع الرأس بتاعه اللي هو شايل الكروموزومس اللي هو شايل الصفات الجينية بتاعة الحيوان المنوي الصفات الجينية اللي تقول الوظيفة بتاعة الحيوان المنوي دا كويسة ولا من اللي بيحددها ومن اللي بيقيمها ومن اللي بيختار الأكفاء دكتور المعمد شوف يا حياتي لو بصيتها هتلاقي العملية كلها الجند المجهول فعلا اللي محدش يعرفه خالص الجند المجهول اللي هو بيدور في دا وفي دا وفي دا عشان يطلع لي أفضل جنين لا ننكر دول المعمل أجينا في عمية الحق المجهري عشان كده كل ما كان المركز قوي بأجهزته وقوي بالدكتور المعمل كل ما كانت النتيجة أفضل وأقوى عشان كده عندنا في المركز لما جهزنا مركزنا ويعني بدأت أجهز فيه أنا دكتور المعمل دكاترة المعايا موجودين في المركز من أفضل دكاترة موجودين مش عايزة أقولك في الدلتة ممكن نكون في مصر والأجهزة من أفضل أجهزة اللي موجودة عشان يطلع نتايك كويسة بعد كده إحنا نكمل المركز ونقول للناس الجميلة في المركز ومميزاته بس خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور محمد حسنين ورجعنا لكم ولسم كاملين مع دكتور محمد حسنين بس عايزة أقول أن أكتر حاجة بتميز مركز جنات يا دكتور زي ما حالك قلت قبل كده أن معمل الأجنة الحضانة بيبقى فيها زي كذا برتشن كل برتشن بياخد اليوم يعني فيه أجنة حاجة برضو صلح لي أن فيه معامل بيبقى فيها الحضانة واحدة فأنا الطبيب مثلا الطبيب اللي هو الطبيب المعمل لما بيجي يفتح الحضانة ممكن يفتح على اليوم التانية على الأجنة بتاعت حادثين صحي دكتور أه هو حضرتك طبعا المعمل بيشتغل يوميا السبت والحد والاتنين والثلاث والاربع والخميس ويوم الجمعة دي أف طيب أنا الأجنة بتاعت يوم السبت هفتح عليها إمتى واشوفها إمتى يوم الاتنين لا بعدها بيوم 48 ساعة طيب الأجنة بتاعت يوم الحد هفتح عليها إمتى يوم الثلاث طيب لو الفرض والأجنة دي كلها موجودة في جزء واحد من الحضانة أنا فتحت الحضانة خدت الأجنة بتاعت يوم السبت يوم الاتنين والأجنة بتاعت يوم الحد موجودة اتفتح عليها قبل ما عادها بـ 24 ساعة كل ما كان معدل فتح الحضانة أقل كل ما كان جودة الأجنة أفضل إحنا طبعا في حضانة كلها ما فيش فيها برتشن فالحضانة كلها مجرد أفتح الحضانة أخذ الأجنة بتاعت يوم الاتنين وطبعا الأجنة بتاعت يوم الحد موجودة والأجنة بتاعت يوم الاتنين الصبح موجودة وبيتفتح عليها مرة واثنين وثلاثة عندنا في المركز عندنا كل يوم ليه سكتور ليه برتشن معاين في الحضانة يوم السبت ليه برتشن مستقل بذاته عن البرتشن بتاع يوم الحد مستقل بذاته عن برتشن معاين في الحضانة مش هتغذي أجنة تانية هفتح الجزء بتاع يوم السبت والأجنة بتاعت يوم الحد بعيدة تماما عن الجزء أنا فتحته فكده خليت الأجنة بتاخد راحتها في الحضانة من غير ما تتعرض لأي انطر ربشة فما بيحصلش أي مشاكل للجنين خد راحته هجفتح يوم الثلاثة على الأجنة بتاعت يوم الحد وبتاعت يوم السبت مش محتاجة أفتح عليها أو أفتح عليها طبعا هي برضو مش مضرورة ولا بتاعت يوم الاتنين مضرورة في شيء فكده الجنين خد راحته في الحضانة ما تأثرش بالفتح والقفل فدي بقى دايما بتبقى الجودة أفضل وأكتر لو السيدة طلعت عشر بويضات والعدد الأجنة من عشر بويضات بيبقى أكتر وأفضل كجودة بيديني فرصة اللي أنا ممكن أستنى اليوم الرابع والخامس أفضل لو حصل مشكلة للأجنة يبقى دي مشكلة في الأجنين نفسه ومش مشكلة في الحضانة فدي نقطة لازم توصل للأجهزة لازم تكون أجهزة كويسة وأجهزة حديسة يكون فيها الألارم الإنذار عشان لو حصل مشكلة خلل في الغازات أو في الرطوبة أو في درجة الحرارة يبقى فيه إنذار مباشر طبعا الحاجات دي كلها طبعا الحمد لله موجودة عندنا في المركز طيب نرجع بقى نكمل للمايسترو وهو المعمل الأجنة هل ممكن يكون ليه دور في تجنب فشل الحقن المجهري؟ طبعا طبعا ممكن نقول أن أول حاجة يا دكتور أكمل أول حاجة اللي هي اللي حالك وتليست بتوضحها إن عندكم في المركز اللي هو الحضانة اللي هي بتتفتح كل يوم على الأجنة من غير يعني يحصل ضرر لأجنة أخرى أه طبعا ده من الأسباب طبعا للحاجات اللي بتساعد طبعا رفع نسبة النجاح طبعا لكن خلينا نتكلم بقى المشكلة اللي موجودة في العيان نفسه لو فرض مثلا في سيدة جاية وعملت حقن مجهري مرة أو مرتين قبل كده وفشل في الحقن المجهري نتيجة إن البويضات دي ما بتتخصبش أساسا أو بتتخصب بس ما بيحصلش فيها انقسام طبعا لما دكتور المعمل بيعرف حاجة زي دي طبعا بيبقى فيه توصاية مخصوصة للزوج عشان يجيب عينة سائل منوي بطريقة معينة اللي هو بيخليه يجيب عينة وعينة تانية في نفس اليوم فدي بتبقى بتخلي نتيجة وظيفة الحيوان المنوي أفضل الحاجة التانية بقى اللي هو بيحط مادة معينة على المدية اللي بيتحط فيها البويضة مع الحيوان المنوي بعد ما بتتحاني بالحيوان المنوي بيحفز انقسام البويضة ويحفز خصاب البويضة الأول بعد كده بيحفز انقسامها طيب ده حاجة المعمل بيعملها طيب فرض والأجنة فهم مشكلة اللي هي ما بتوصلش اليوم الرابع أو الخامس فيه شيء بيتعمل برضو في الأجنة اللي هو بيحفز انقسام الخلايا النقطة التانية المتابعة الدورية للغازات والرطوبة ودرجة الحرارة الحضانة ده بيزود فرصة نجاح عامية الحق المجاري الحيوان المنوي اللي حاجة بتختاريه قبل ما يتحقن طبعا فيه الحيوان المنوي مسؤول عن انقسام البويضة عن اخصابها وعن انقسامها فلو الحيوان المنوي ده وظيفيا مش كويس فيه الميكروسكوب بيكبره عشان يشوف الكتلة الكروموزومية اللي موجودة فيه الحيوان المنوي عشان يعرف ينقل افضل ويحقنه جوه الايه جوالبويض فكده فيه اسباب حصلت والمعمل قادر بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هو يتجنبها ويحصل على افضل نتائج طيب هنتشوف سورة يا دكتور للحيوان المنوي الطبيعي في السورة حديك قلت ان الحيوان المنوي الطبيعي بيبقى ليه شكل والحيوانات المنوية اللي هي بيبقى فيها خلال او فيها مشاكل بيبقى ليها شكل تاني لها شكل تاني طبعا كل ما كان الحيوان المنوي شكله افضل وشكله اقوى ده طبعا بتبقى النتائج بتبقى افضل كجودة للجنين بس برضو اللي بيتحكم اكتر في الموضوع اللي هو الرأس بتاعة الحيوان المنوي الحيوان المنوي اللي فيه موجودة كتلة كروموزومية النقطة برضو المهمة اللي ممكن يكون مثلا حيوان مشوه في الرأس ده طبعا بيقى مؤثر بس طبعا الاساس هو الايه الرأس بتاعة الحيوان المنوي او طيب احنا معناها للصورة يا دكتور دي صورة لحيوان المنوي طبيعي دي رسم كروكي للحيوان المنوي طبيعي لو حاجة شفتي هتلاقي فيه الرأس اللي موجودة الجزء اللي هو الاصمر اللي موجود فوق ده ده كتلة كروموزومية اللي فيه عنق الحيوان المنوي وفيه الديل بتاعه اهم جزء هو الدائر اللي فوق ده اللي هو الرأس ده اهم جزء في الحيوان المنوي حتى في حدوث الحامل الطبيعي بمجرد دخول الحيوان المنوي الجدار اللي بقى محوط البويضة اول ما بيخش جوه الخلية نفسها الجزء بتاع ده بينفصل بينفصل او بيخش جوه في البويضة وبتبدأ بعد كده عملية الاخصاب وعملية الانقسام طب ولو الحيوان المنوي يا دكتور بيبقى مش الشكل ده زي ما قلنا ليه دي لين ممكن الدل يكون الطول يا دكتور بيبقى فارق ولا هو اه الطول الدل الحيوان المنوي لو قصير ما بيساعدهش على الحركة لو ممكن يكون مؤشر اللي هو فيه يكون فيه مشكلة في الحيوان المنوي بس يعني انا بتكلم لو فرض وما فيش حيوانات منوية كويسة تماما تماما المعمل الاجنة بيقدر بفضل الله صحوان تعالى اللي هو بيعرف يحاول يوصل لأقوى حيوان منوية من الحيوانات المنوية اللي فاتت شواءت طيب برضو عندكم في المركز برضو اللي بيميز مركز جناتي ان حلقة بتدي ريبورت للحالة بكل حاجة حصلت طبعا ولازم حلقة كل حلقة بتأكد ان اي سيدة راحت تعمل حق المجاري لازم تاخد ريبورت من المعمل طبعا لان الريبورت بتاع الحالة فرض في اسوأ الظروف والسيدة ما حملتش لما تروح لدكتور تاني او راحت لنفس المركز وكملت تاني الريبورت ده بيساعدها بيساعد ان احنا ناخد قرار هنعمل ايه المرة الجاية يعني السيدة طلعت بويضات ولا ما طلعتش البويضات طلعت درجة اولى ولا درجة تانية كم بويضة انقسموا اتخصبوا كم بويضة انقسموا كم جنين طلعوا كويس في بواسط البويضات دي الحاجات دي كلها بتساعدني انا ااخد قرار لو حددك في حالة جاية لي وفيها مشكلة وفي نوت معينة الحالة دي كان فيها مشكلة هتجنبها المرة الجاية فالتقرير ان السيدة بتاخده بعد زرع الاجنة بغض النظر حصل حاملة او ما حصلش دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بالتقرير اللي بتاخده ده بيساعدها بعد كده في حياتها وفي بعد كده هتعمل ايه بعد كده طيب فيه سيدات ممكن يا دكتور تقول ايه لا انا لما اروح مثلا لدكتور تاني مش عايز اقوله ان انا عملت عملية حقن مجهري وفشلت فلا اخب عليه واخب الهيستوري دي كلها وادخل على الطبيب انا اول مرة اعمل عملية حقن مجهري وما حصلش قبل كده وما تقولش ان فيه كانت فيه هستوري قبل كده ان كان فيه عملية او فشلت خطأ فادح خطأ فادح هي ممكن تكون بتتجنب تقول ايه مثلا الدكتور هيزعى ان انا جيت له يعني انا تاني مرة اجيله او تاني دكتور اروح له لا خالص معلومة خاطئة جدا خطأ احنا كدكترة في عملية الحقن مجهري اهم حاجة عندنا الحالة تحمل الحالة حملت عندي او عنده طرز ميلي الحالة حملت يعني فارض هدى حدارك مثل بسيط جدا لسيدة كلمتني مرة عملت عندي الحقن مجهري وكان حامل كيميائي وما استمرش ونزل فكان لها اجنة مجمدة فظروفها العائلية فرضت عليها اللي هي تنقل الاجنة المجمدة دي عندي سين من الدكتور فهي مكسوفة فبتقول لي يا دكتور انا عايزة تابع مع حضرتك وكلام من ده فقلت لها مش هتفرق قلت لها مش هتزعى قلت لها هزعى لي اعمليها قلت لها مش مشكلة احملي انت انا عنده انت تحملي مفيش زعل ياريت الحالة تحملي ياريت ياريت كل الستات ربنا يكرمهم ان شاء الله تحمل عندي وعندي غير حيك الحالة ما تتصل بي عن حيك الحالات اللي بتبقى جاني من برة من السعودية وجاني من الكويت والحالات اللي جاءت دي لو عملت لها منظر او حاجة قلت لها تابع معاها بالتليفون الحالة ما هي بتتابع مع دكتور برة مصر ساعت ما بتتصل بي يا دكتور انا حملت دي ميزة برضو موجودة في مركز جناتي مش كل الدكاترة بشكرت يا دكتور على وجودك معايا بشكر دكتور محمد حسني اخ الصائل حقن المجهري واطفال الانبيب استشاري جراحة المناظر عضو الجامعية الاوروبية للاخصاب المساعد عضو الجامعية الاوروبية للتدخل الجراحي اخ الصائل جودة من الجامعة الامريكية شكرا لك يا دكتور شكرا لكل سادة المشاهدين وانتظر كل حلقات برنامج جناتنا شكرا لكم اشتركوا في القناة